مهم جدا ان احنا برضو بعد كل مباراة بنشوف التصريحات المختلفة وتصريحات كولير مبارح كانت برضو مهمة هو كانت تتكلم ان الفريق حقق مكاسب عديدة وبعد ان هو كمان عزل صدارته لبطولة الدوري وده اللي كان يعني منشود او ده اللي كان الغرض ان احنا نحافظ على صدارة الدوري ان زي ما احنا بنقول ما فيش رفاهية ان احنا ان شاء الله يعني نخسر او ان احنا ما نحصلش على الدوري هذا العامل ان في تاريخنا كله ما كانش ده مقبول او محاصل اصلا فان شاء الله نحافظ على هذه الصدارة واتكلم ان هو سعيد جدا بالحضور المميز لجماهير الاهلي كمان في المدرجات وده اللي منح اللعيبة كالعادة ده وافع كبيرة جدا انعكست على الاداء بتاعهم ويه اللي قدموه خلال اللقاء وقال كمان يعني خلال الساعات الماضية ان هو تكلم مع اللاعبين عن الاخطاء واللي وقعت واللي احدثوها يعني في لقاء الهلال السوداني تحديدا واتكلم ان هو كمان عمل واشتغلوا على علاجها وتعمل على كمان مواكد كل الامور والمشاكل دي بشكل مختلف ومستقل مع كل لعب منهم كان مهم جدا ان هم حققوا الفوز ده لانها بطولة مهمة جدا احنا بنتكلم طبعا على الدوري فحلو وبرضو فيها رسائل الى حد ما تحفيزية لما انت بتعمل مطش حلو لازم يطلع المدرب بتاعك والمدير الفني بتاعك ويثني عليك ويتكلم كمان على نقطة كلنا كنا حابين ان احنا نسمع وهي الاخطاء المتكررة يا كريم اللي احنا كنا بنعاني منها ان انت اشتغلت عليها ان انت بتحاول تغلب عليها مش تيجي من مرة واحدة على فكرة يعني عمرها ما ستيجي مرة واحدة عندنا مشكلة في اللمسات الاخيرة وعرفنا ده عرفنا ده بشكل كبير وقرر وشفنا في كذا مباراة وشفنا المسم اللي فات تحديدا ربما المسم ده شوية الموضوع قال مع قيادة مارسل كولر لكن مازال موجود وشفنا في كاس العالم للاندية بشكل اكبر لكن فكرة ان احنا نتحدث ان احنا فعلا عندنا مشكلة ونشتغل عليها برضو ده خطوات مهمة جدا لمارسل كولر فبالتوفيق وياريت ما نشوفش ده بقى في المنشات اللي جاي كريم لان بيضاع علينا حاجات عرف انت بتبقى زعلين لان انت تستحق يعني انت بتلعب جيم حلو قوي وتمريراتك حلوة والأسست حلو اللمسة بقى الأخيرة هي دي اللي بتبقى فيها مشكلة فحروم او بتلاقي خسارة يعني احنا لو ما كانش عندنا مشكلة في الفاينل توتش او اللمسة الأخيرة كان فيه ماتشات عدت علينا انا بكلم بحضراتكم محليا كان فيه شوية ماتشات كان ممكن تخرس بنتيجة خمسة يعني خمسة ستة للنادي الأهلي لو فعلا كانت كل لمسة من دول ما كانتش بتفوت على الفاطل لكن هنرجع ونقول كالعادة النادي الأهلي حتى في حال وجود مشكلة ما في اي امر من الامور على طول كل القائمين على الفريق بيشتغلوا على حلها وبيحلوها بالفعل